يعني أنا الحقيقة بتساءل أنت بتنتمي لأسرة معظم أفرادك كانوا يعملون في مجال السينما لكن اخترتي الكتابة لماذا؟ كنت عايزة أدخل معهد السينما ويعني والدي الحقيقة سألني السؤال اللي كان لازم أتسأله ليه؟ وأي قسمة؟ وكنت ابتديت أدرس أدب فرنسي في جامعة عين شمس فقلت له لإني بحب الكتابة وأحب أدخل قسم السيناريو فقال لي تقدري تكتبي من البيت تقدري تكتبي بأنك يعني تطوري ملكة الكتابة عندك بالقراءة وبالتعرف على الفنون المختلفة وبتنا كان بيت فن يعني وده اللي حصل الحقيقة يمكن كانت نصيحته في محلها وكملت دراسة أدب فرنسي ورجعت للسينما بقى عن طريق النظرية وعن طريق التحليل بكتابة الحارة في السينما المصرية فالهدف من أني كنت أدخل في مجال السينما هو فعلا أن أنا كنت أحب أكتب سيناريو واكتشفت أن أنا لما بكتب رواية في الحقيقة بكتب سيناريو مقنع يعني بكتب رواية فيها عنصر بصري رئيسي فيها عناصر الحوار مهمة جدا فيها المشهدية بتاعت المونتاج والتقطيع فأعتقد أنه في النهاية فيه يعني تداخل ما بين الفنون في اللي أنا بكتبه كروية لما بتكتبي برضو كان لديك كلمات في هذا الموضوع بتقولي أنا بكتب يعني أنا ككاتبة واللي بيقرأ يعني هو بيشارك كما كان لو يشارك في الأحداث مثلا يشارك في تفسير المكتوب احنا تعودنا في الكتابة الكلاسيكية أنه الكاتب هو المسؤول من الألف للياء عن العمل وده طبعا واقع يعني الكاتب هو المسؤول إنما تفسير ما يكتب يبدو كأنه طول الوقت الكاتب عاوز ياخد بإيد القارئ احنا بقينا في عصر يعني حضرتك ذكرتي العولامة وذكرتي وسائل التواصل الاجتماعي بقينا في عصر فيه مشاركة على كل مستويات التفسير والتأويل ومفيش حد قاعد في مكانه ومنتظر حد يعلمه حاجة احنا بنحاول طول الوقت ندخل فيه جدل مع بعضنا البعض فالرواية اللي احنا كتبناها في فترة التسعينيات وأنا مش الوحيدة يعني كان فيه عدد كبير من الكاتبات والكتاب في نفس المرحلة بتطرح مسألة إنه أنا بحكي قصة بس أنا محتاجة من القارئ إنه يشتغل معاي علشان يحاول يفهمها ما تدلوش كل الأدوات بسهولة أخليه يبحث في بعض الأحيان يعني ليه رواية اسمها أكابيلا أكابيلا هي كلمة من الموسيقى الإيطالية بمعنى الغناء بدون مصاحبة موسيقى وأتذكر إنه لما تنشرت أكابيلا سنة 2012 كان النشر الآن إيه الكلمة الغريبة دي وأنا جاي من عالم برضو عالم التعليم والتربية وكذا فقلت معلش ما هو اللي هيشك إيه أكابيلا حيروح يدور وحيلاقي المعنى فإحنا في مرحلة من مراحل الكتابة وتاريخ الأدب العربي بصفة عامة كنا متهيق لنا إنه الكاتب يمتلك جميع الأدوات بما في ذلك أداة التفسير النهار ده إحنا بنقول الكاتب مع القارق يعملان معا من أجل فهم النص فالنص يبقى فيه بعض الغموض بعض الإلغاز فيه خلطة الأزمنة فيه محاولة لإنه إحنا نقول التجريب شيء جميل في الأدب وفي الإبداع وهو ده اللي حيخلينا نتحط على خريطة العالم إحنا مش وقفين محلك سر كتابة كلاسيكية إحنا بنتقدم وبنتطور زي العالم ما بيتطور وبنتقدم وبنتطور بنفس الأدوات اللي الآخرين بيتطوروا بيها الكل النهار ده عنده الإنترنت وعنده وسائل تواصل اجتماعي فماذا لو حصل تداخل بين هذه الأدوات وبين ما نكتب فبالتالي القارئ بقى ليه دور علشان كده أنا بحس أنه الأدب الكسول هو الأدب اللي ما يسمحش للقارئ بلعب دور النهار ده الأدب بيسمح للقارئ بأنه يلعب دور يعني أن يكون طرف في عملية الكتابة وبالتالي هو قارئ هو كطرق يعني في هذه الحالة يكون القارئ طرف في عملية تفسير النص مش الكاتب اللي طول الوقت بيشرح له على فكرة هي حضرتك يعني أكيد برضو في السينما احنا ممكن نتكلم بنفس المنطق ده في السينما فيه أشياء كثيرة جدا نراها ونفسرها مش بالضرورة لأن المخرج قرر أنه يعني يقول لنا بالزبط معنى المشهد ده أو معنى اللقطة دي لكن لأن المخرج عمل سلسلة من اللقطات بتجمعها مع بعضها نقدر نفهم هو عايز يقول إيه الأدب بيحاول يعمل نفس المحاولة أو فيه محاولات شبيهة بذلك في مجال الأدب النهار ده يعني المسألة عايزة مجهود من القارئ أو من المتفرج أو بالزبط من القارئ والمتفرج بمعنى أنه ما يكونش كسول بمعنى أنه يشارك فيه عملية الفهم وأنا طبعا بشبه ده الأدب مجال متسع جدا وكذلك السينما السينما فيها السينما الطليعية والسينما التجريبية والسينما الواقعية العظيمة وفيها أيضا يعني الأفلام التجارية إلى آخر فيه أدب تجاري أيضا يعني أنا بسميه أدب القطارات يقرأ في القطار وينسى وفيه أدب آخر إحنا بناطمح ليه يعني بنقول النهاردة فيه أسماء عظيمة في مجال الأدب العربي هي باقية وستبقى لمئات السنين في المستقبل فطموحي أنا الشخصي في الكتابة هو أنه ما أكتب اليوم يبقى لمئة سنة أو لمئتي سنة بعد اختفائي أحسن الله فطموحي أنا لست حقاينة من المستقبل